كثيرون أو كسر تحدثوا عن الانتخابات المحلية أو المجالس المحلية دكتور علي الدين هلال المفكر السياسي والمقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطن نتكلمه عن الحوار الوطن يا أستاذ ضياء رشوان ضياء رشوان طلع من يومين في إحدى اللقاءات وقال إن القنوات دي القنوات الايه؟ القنوات اللاحقة ولا الايه؟ الملتحقة أيوة القنوات الملتحقة بطلنا نتكلم عن الحوار الوطني أدينا بنتكلم يا أستاذ ضياء مش عشان أنت قلت ولا حاجة عشاننا ما بطلناش كلام لما نلاقي حاجة فعلا تستحق الكلام إيجابا أو سلبا أكيد بنجيبها وبنتكلم عنها الدكتور علي الدين هلال تكلم عن قانون المحليات وقال إن كفاية عشر سنين غياب للمجالس المحلي أنا بقول غياب المجالس المحلية عشر سنين كفاية غياب المجالس المحلية عشر سنين كفاية إذن التحدي الدم هو وبعدين إحنا عندنا دستورة 14 عمل مواد رائعة رائعة في نقل بعض السلطات إلى المحليات إذن رقم واحد صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية طب يا جماعة يبقى عشر سنين على غياب المجالس المحلية كفاية والحقيقة كثير من السياسيين تحدثوا أيضا عن المجالس المحلية نائب ضياء الدين داود تحدث أيضا أن ليست هناك إدارة أو إرادة لدى الحكومة أولا اللي مخلي أن المجالس المحلية تتأخر خلوها نسمع ضياء الدين داود يعجز أداء النيابي للنواب محليا أنه مطلوب منه أن يقوم بمهمتين إيه اللي مآخر قانون محليات رسولة والله غياب الإرادة لدى الحكومة أظن في هذا التوقيت ما هو ضغط مقدام ما سواء القانون لا يعني مش بالضرورة تقدمه الحكومة كل كل التشريعات مش ضرورة أن نتقدمها الحكومة بس عشان تنجح في أن يمر هذا التشريع اللي هيبقى مخطب بالتنفيذ هي الحكومة اللي هيبقى عندها الجهوزية فأنت دايما إحنا ما إحنا كان معنا نائب عبد الحميد كمال وكان نائب من حزب التجمع وكان معنا في التكاتل 25-30 في فصل التشريع الأول وقدمنا قانون للإدارة المحلية جديد وكنا بنعتمد على فلسفة الدستور 2014 في اللاة مركزية وما قدرناش أنه القانون يناقش ويمر فذلك إحنا دايما بنذكر أنه ده لمصلحة البلد حتى رقابة على ما يحدث على الأرض من تنمية طيب يا جماعة يبقى كمان ضياء الدين داود قال يا جماعة أن مفيش إرادة عند الإدارة السياسية أن هما ياخدوا خطأ في موضوع المجالس المحلية موضوع عمل زخم زي ما قلت لكم لدرجة أن السيد عبد العالي رئيس حزب التجمع أتكلم عن المحليات وقال أن المحليات مهمة عشان بتوقيت بالكوادر السياسية الحقيقة كلام مخترم خلونا نسمع الانتخابات والحقيقات الشعبية اللي الأولا بيتربى فيها الكادر السياسي فهو داخل مش عارف بس بيعرف داخل عنده رؤية للهموم المواطنين اللي في المنطقة اللي هو عايش فيها بيشوفها على حقيقتها في حجمها أكبر من اللي هو كان سامعه أو اللي أقل ويراح طرق للحلول ويشارك الآخرين فيها وأنجح نواب في البرلمان على فكرة من أنجح الناس لهم مروا تجربة المحليات لأنه مش بيعمل خدمات من خلال البرلمان لأ عنده سيوب ببساطة بيقرأ الموازنة ببساطة بيعرف الاعتمادات المالية في إطار الحي بتاعه يعني عنده تدريج أنه كمان مستوى مصغر أو يعني قادر على أنه يلم بيه بشكل بسيط بالضطط فده الأحزاب كلها لازم تستعد لده يبقى جماعة الناس سياسيين هو أحزاب وبرلمانيين بيتكلموا عن الخوار الوطني وبيقولوا أنه مهم جدا أنه ننشئ أو نعيد فكرة الانتخابات أو انتخابات المجالس المحلية سامير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالخوار الوطني قال أن الموضوع ده مهم ويشدد كمان وقال أن هناك إجماع على همية سرعة إصدار قانون الانتخابات المحلية بالأمس كان صورة رائعة أولا الاجتماع كان بيضم نغبة كبيرة من الأحزاب السياسية والقوة السياسية وجميع المعنيين بموضوع الإدارة المحلية سواء كان من جانب الممارسين أو الخبراء في مجال الإدارة المحلية والكل كان على إجماع بأهمية الإدارة المحلية وبأهمية سرعة إصدار قانون للانتخابات المجالس المحلية فكان فيه تأكيد على أن لابد يبقى فيه مجالس محلية في أقرب وقت ممكن نتيجة لأن المجالس المحلية بالفعل ما هيش موجودة من حوالي 12 سنة منذ فعلا المجالس المحلية مش موجودة يا جماعة والمجالس المحلية مليحة جدا وحنا هنتكلم كثيرا عن المحليات بتفصيلات هحنتكلمها النهاردة بشكل إجمالي لكن تفصيلات المجالس المحلية وماذا والمفروض هي بتعمل ايه وكيف يستفيد منها الشعب والمجتمع هنتكلم عنها الفترات